كلمني كده أنت شايف البطولة الي إحنا راحمنا لها؟ أولا الأخبار بتقول راحمين بو كرونا كتير فأناس كتير موجودة في مصر وناس كتير هتروح كلمني كده رأيك شايف إيه؟ لا أصلا البطولة تأمنا أفراكية دي لها عامل تاني خالص يعني بطولة مهمة جدا بالنسبة لو الأفرقاء زي كاس الأمور الربية هنا عندنا احنا كاس الأمور الأفراكية كاس الأمور الأفراكية دي كل اللي عيبة أصلا الأفرقاء بتبقى إيه مميزة في البطولة دي بشكل كبير جدا وكلهم من إيه نفسهم يلعبوا إيه للبطولة البطولة دي تسويها أكبر فيها سمصر كتير قوي فيها الناس اللعيبة كلها عايزة تروح البطولة دي سمصر أنه ممكن حد يتمي سراء وفرصة وجوده أهم مثلا من العيبة في أوروبا بالضبط هو العيب مثلا في أوروبا مثلا لما يروح الأفريقية دي ممكن تسويه أكتر ممكن يروح أن ديه أكتر كبيرة أعلى من خلال البطولة ممكن يعمل بطولة مميزة جدا يقول لك لأ حتى كمان في تصنيفه أنه اللاعب أنه ممكن اللاعب يروح ممكن يبقى يوصل ليحسن لعي في أفريقيا برضو من خلال البطولة طب أنت سنة 96 كنت برضو هي السبب في أن أنت لما روحت هناك أنك تحترف برا بالضبط يعني هي كان مشاحل وعليك في التسايف أن هي كنت متوقعها وقتها عشان كده بولك البطولة دي بطولة مهمة جدا للمعظم اللعبة الأفاركة يعني أنا بالنسبة لي كانت أول بطولة لها كانت 96 في كنبز جانس بارك كانت أول بطولة أنه اللاعبها المنتخب مصف وأول بطولة ألعب في أفريقيا من خلال البطولة دي بعد البطولة روحت على طول نادي في نادي ترولي نمساوي وكان معاك كابتن حزن المنكة من أعترف برضو احترف بنفس وفيها لعبة كتير قوي في ماتحد وفيها أحمد حسن وفيه عمارة يعني كل اللاعبة احترفت من خلال البطولة فإذا بنتفق هي بطولة مهمة عشان كده ترجمة نانسي قنقر